هذه الدماء يتحملها الخامنئي وفصائله الكلاب الذين أباحوا قتل العراقيين زعيم التيار الصدري يبدأ صباح الخميس بواحدا من أقصى البيانات ضد عصائب أهل الحق وزير القائد نشر مرافعة مليئة بالنعوت السياسية لقيس الخزعلي زعيم عصائب أهل الحق وتضمن تهديدا صريحا بتصفية كل فصيله إذا هو استمر باستهداف عناصر التيار الصدري وعلى خلاف المتوقع رد الخزعلي ببيان مليئ بالتراجعات والتنازلات والعبارات الودية والدعوة للسلام وأعلن إغلاق كل مقرات العصائب ولم يكتفي بذلك بل قدم إبلاغا رسميا لدائرة شؤون الأحزاب أعلن فيها إغلاق مقراته مصدر سياسي رفيع في بغداد قال لوانيوز إن هذا التحول المفاجئ في موقف الخزعلي جاء بعد ضغوط إيرانية فوق العادة طلبت من القادة الشيعة تهديئة الصدر الذي بدأ مستعدا لفعل أي شيء رافضا الحوار مع طهران بنحو قطعي كما أن العصائب تلقت ضربة مؤلمة للغاية على يد مسلحي الصدر وأنتشت ذعرا أثر على كل الفصائل السياسي أشار أيضا إلى أن هذا التراجع ينطبق على نور الملك أيضا إذ إنه طوال حياته السياسية لم يكن معتادا على إصدار بيانات ودية لكنه أصدر الخميس بيانا مليئا بالتهوة للسلام وحقن الدماء وخل من أي عبارات لوم أو تهديد ودع الجميع إلى نسيان الماضي وتمسك بنبذ العنف وتجاهل الإشاعات الصالونات السياسية في العراق استغربت هذا التحول الواضح في مواقف أكثر الشخصيات تشددا في المعسكر الموالي لإيران وأشارت بعض التقديرات أن خيار الحرب الذي بدأ يجربه مختدى الصدر جاء بمفعول واضح لأن إيران لا تريد حاليا المغامرة بالوضع العراقي فهي بحاجة إلى شيء من الاستقرار لدفع حوارها مع السعودية بوساطة العراق وارتباط ذلك بمحادثات فيينا النووية كما يهم طهران الحفاظ على أجواء هادئة تنسب أربعينية الإمام الحسين ترجمة نانسي قنقر